فمنطقة القدس هي منطقة عالية جداً على جبال عالية ومدينة أريحة هي أخفض منطقة في العالم وأقدم مدينة في العالم فطبعاً اللي نازل من أورشاليم إحنا بنتكلم على نزول الجغرافي بينزل لأريحة يعني بعمق ألف متر وطول المسافة يعني بين السبع وعشرين للتلاتين كيلومتر بحسب المصار ولكن اللي بيسمعوني من المواقع الكتابية أو من الأراضي المقدسة انتوا عارفين أنا أقصد الطريق القديم الروماني الطريق اللي بيسموه اليوم وادي القلت وينك كنيسة القديس جورج المعلقة على سفح الجبل هذا الطريق محفوف بالمخاطر هذا الطريق وعر جداً وعبارة عن كانيونس عبارة عن يعني جبال إلها سفوح عميقة جداً عندما تمتر في أورشاليم وفي منطقة البيت لحم والخليل المي بتنزل من هذا الوادي وتعتبر شلالات قوية جداً ولكن بالصيف بتكون حار وجاف لأنه المنطقة بتوصل درجة الحرارة بين الخمس واربعين للخمسين درجة مئوية لأنه المنطقة صحراوية المنطقة اللي كان فيها إلية النبي وين الغربان كانت تأتي إليه باللحم والخبز وين كان بيشرب من المي حتى جف الينبوع معروف لحدث الأربعينيات والخمسينيات أنه كان فيه قطاع طرق وبيتظاهروا أحياناً أنه مصاوب وبيهجموا عليه اللصوص وبيأخذوا أو بيصرقوا كثير من الحالات اللي بتحدث فيها جرائم القتل هذه المسافة المحفوفة بالخطر أول شيء بنتسأل شو اللي جاب السامري أنه يمشي بهذا الطريق من القدس أورشليم إلى أريحة لأنه في بلد للكهنة والكهنة كانوا 24 فرقة وكل فرقة إلها شفت إلها وردية معينة بيخدم بيخلص التوقيت تتبعه وبيرجع للمنطقة القريبة منطقة الكهنة ولما بيتكلم عن القصة بيتكلم عن رجال اتنين رجال دين واحد كاهن وواحد لاوي الكاهن اللي بيقوم في الدبايح وخدمة الهيكل واللاوي طبعاً هو مش من صبت هرون ولكن معاون أو مساعد للكاهن والغريب أنه هؤلاء رجال الدين شافوا الشخص ومع أنه الشخص المجروح والمعرّة وبين حي وميت واحد نظر ومشي والتاني نظر وجاز مقابله ولكن لم يفعل أي شيء ولكن الشخصية الثالثة السامر الصالح جاز وعلى طول قلبه مليان محبة قلبه مليان يعني رحمة هذا السامر أولاً خاطر بحياته ازمر في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر شيء تاني هذا السامر كان محب وعنده حنان وشفقة ورحمة على حتى شعب مش من جنسه وكان فيه عداء شديد بين السامريين وبين اليهود ومش بس كان حكيم عندنا اليوم الطبيب في فلسطين ولبنان وفي الأردن بنادوا الطبيب يسموه حكيم انتوا من رايح؟ رايح عند الحكيم فالحكيم هذا حامل ما نسميها اليوم فرست ايد اللي هو الإسعافات الأولية وشو كانت الإسعافات الأولية من زمان؟ كانوا بيحملوا الخمر والزيت الخمر عشان طبعا أنا مش طبيب بس هو تيالي يعالج الجروح ويتطر الجروح والخمر حتى يطهر الجروح ويقوم بالعلاج يحط العلاج اللي الموجود وطبعا هذا السامري عمل شيء أكتر مش بس أسعفه يعني ما تركوش أن يموت يعني لو تركوا أكم ساعة ممكن يفقد الحياة ولكن رجع هو نازل ورجع رجوع قريب على منطقة القدس اليوم في فندق يسمى فندق السامري الصالح يعني غير المصار تبعه بغض النظر شو البزنس اللي كان رايح يعملوا من نفس هذا المصار حتى ينصل ينزل إلى طريق الغور غور الأردن ويكمل يعني للمنطقة الشمالية يعني عن طريق هذا الغور في أواصل الغور بيطلع جبال مرة تانية حتى يصل مدينته مدينة السامرة طبعا اللي شايف في الناحية الجغرافية كله استغراب وعجب ولكن المسيح قال هذه القصة حتى يظهر الشخص بغض النظر شو الخلفية شو العرق أن هذا الشخص ساعد وغير مصاره ومش بس ساعده بالنهار ضل معاه في الليل لأنه نام معاه في الفندق وتاني يوم الظاهر صاحب الفندق بيعرفه قال له على فكرة وإذا أنفقت يعني إذا فيه أي رسوم أو أي تكاليف أخرى أنا خرطوشة فردك اللي بدكياته أنا مستعد فيه وفعلا يعني كمل الواجب إلى أتمم يعني منقول كمل الدين الحقيقي بأتم الواجبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى